اكد سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير الاعلام على ان الخبرات التراكمية في المجالات المختلفة وفضل الممارسات التطبيقية تعد اليوم مرجعا اساسيا للقيادات الحكومية لتشكيل مخزونهم المعرفي والمهني نعم سعادة وزير الاعلام اوضح اهمية عقد مثل هذه التجمعات الحكومية لتوحيد الرؤى والاستراتيجيات في منظومة العمل الحكومي وتشارك التحديات والانجازات نحو تيسير الاجراءات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة جاء ذلك خلال لقاء سعادته منتسبي برنامجي قيادات وكوادر الذين ينظمهما معهد الادارة العامة بيبا ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية وتشارك الرمح خلال لقائه مع مديري ورؤساء الادارات والاقسام في الجهات الحكومية خبراته التراكمية وابرز الاستراتيجيات المتبعة خلال مسيرة عمله لادارة فرق العمل والتي عمل بها والتي عمل معها مؤكدا على ان العمل الاداري عمل تشاركي وجميع الافراد يقومون خلاله بدور محوري على اختلاف مستوياتهم الوظيفية فالقيادة علم وخبرة يكتسبها من يطمح الى اجراء التحسينات وتطوير العمل اما المنصب القيادي فسيحصل عليه من يثابر تدريجيا وانقل الرمح خلال اللقاء تجربته القيادية مع كوادر وزارة الاعلام وعملهم الجماعي كفريق واحد نحو تحقيق الرؤى الاستراتيجية المنشودة التي تصب لها الوزارة مضيفا ان العمل الجماعي وتوحيد الاهداف المؤسسية هو اساس نجاح اي عمل سواء في منظومة العمل الحكومي او القطاع الخاص وان الوزارة ستواصل حراكها الاعلامي والاداري نحو تلبية تطلعات الجمهور المحلي على وجه الخصوص والمنطقة الاقليمية بشكل عام بهدف تشكيل المخزون المعرفي والمهني للقيادات الحكومية بما يواكم متطلبات العمل المؤسسي يحرس معهد الادارة العامة بشكل دوري على تنظيم فعالية لقاء مع قائد وذلك ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية هذا اللقاء نقل من خلاله سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الاعلام تجربته القيادية للمشاركين للاستفادة من خبراته المتنوعة استعراض التجربة الشخصية في مجال الادارة لعدة مراحل مرت فيها أنا شخصيا كان ودي عنقل هذه التجربة للأخوة والأخوات المشاركين في هذا البرنامج أتحدث فيها عن العلاقة بين علم الإدارة بشكله العام والواقع الملموس في أرض العمل أو في الميدان وخلال هذا اللقاء أشار سعادة الوزير إلى أهمية عقد مثل هذه التجمعات الحكومية لتوحيد الرؤى والاستراتيجيات في منظومة العمل الحكومي معهد الإدارة العامة يقوم بدور كبير لخدمة هذه الكوادر خدمة القطاع الحكومي بشكل كامل برامج جداً متميزة نحن نشوف أثارها اليوم حتى على المسؤولين عندنا سواء كان في وزارة الإعلام أو بقية الوزارات أنا دائماً أقول بأن البرامج التدريبية هناك أهداف غير مكتوبة أحد أهم أهداف هذه البرنامج هو اللقاء المسؤولين مع بعض فيكون بينهم تواصل يسهل علينا العمل الحكومي في كل القطاعات جميل أن نستقطب كثير من القيادات الموجودة في العمل الحكومي يمكن الهدف الرئيسي عندنا هو بناء هذه القدوات اللي بيننا وبينهم شلون نقدر أن ننقل هذه الخبرات إلى المشاركين معنا في برنامج الكوادر وقيادات والبرنامج الواطنة بشكل عام نقل الخبرات يحمي كثير من المطبات اللي ممكن تكون في العمام لكنه كذلك يعطيهم القدرة على أنه شلون ممكن يستفيدون من أفضل الممارسات اللي موجودة يهدف معهد الإدارة العامة من خلال هذه اللقاءات إلى نقل الخبرات التراكمية القيادية وأبرز الاستراتيجيات المؤسسية التي يتم اتباعها من قبل المسؤولين في القيادة اليوم هي علم وخبرة يكتسبها من يطمح إلى إجراء التحسينات وتطوير العمل